اشتركوا في القناة في نهاية هذا الفيديو ستكون قد عرفت المزيد عن SOC مخزون الكربون العضوي في التربة وأهميته في حساب مؤشر أهداف التنمية SDG المستدامة 15.3.1 النهج المتدرج لتقدير التغيرات في مخزون SOC الكربون العضوي في التربة كيفية تحديد خط الأساس لمخزونات الكربون SOC العضوية في التربة كيفية تقدير التغيرات في مخزون الكربون العضوي في التربة SOC للفترة المشمولة بالتقرير خطوات عملية أداد التقارير الخاصة بالمؤشر SO13 تعكس مخزونات الكربون تكامل العمليات التي تؤثر على نمو النباتات وتحللها والتي تتحكم في المكاسب والخسائر من تجمعات المواد العضوية الأرضية مخزون الكربون العضوي في التربة SOC هو المقياس المستخدم حالياً لتقييم مخزونات الكربون وفقاً لقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وهو مؤشر على جودة التربة الإجمالية هو عبارة عن مقياس مؤقت يمكن استخدامه إلى أن تتوفر مجموعة بيانات أكثر شمولاً حول إجمالي مخزون الكربون على مستوى العالم مخزون الكربون في التربة SOC هو أحد المؤشرات الفرعية الثلاثة المستخدمة لحساب هدف التنمية المستدامة أو مؤشر SDG 15.3.1 وهو نسبة الأراضي المتدهورة على إجمالي مساحة الأرض يتم التعبير عنه بكمية الكربون العضوي بالطن لكل هكتار على عمق ثلاثين سمتمتر عملية إعداد تقرير المؤشر SO13 تتكون من تقديرات مخزون الكربون العضوي في التربة SOC داخل كل نوعاً من أنواع الغطاء الأرضي تغييراتها على المساوى الوطني وأهميتها من حيث تدهور الأراضي عملية إعداد التقارير عن اتجاهات SOC في مخزون الكربون فوق وتحت الأرض SO13 تتضمن ستة خطوات إذا قررت الأطراف استخدام البيانات الافتراضية فإن الخطوات من 2 إلى 5 تكون غير ضرورية لنبدأ بالخطوة الأولى في عملية إعداد التقارير وهي اختيار طريقة الحساب يمكن للأطراف استخدام إحدى الطرق أو المستويات الثلاثة الموثقة في المبادئ التوجهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ IPCC لتحديد خط الأساس لمخزون الكربون العضوي في التربة SOC وتغيرات في مخزون الكربون العضوي في التربة SOC تستخدم طريقة المستوى واحد البيانات الافتراضية وتكون ذات قيمة في حالة عدم توفر البيانات الخاصة بالبلد تستخدم هذه الطريقة معلومات حول تغير الغطاء الأرضي جنبا إلى جنب مع العوامل الافتراضية لتغيير مخزون الكربون مثل عامل استخدام الأراضي وعامل الإدارة وعامل المدخلات لتقدير التغيرات في مخزون الكربون طريقة المستوى اثنين تستخدم البيانات الخاصة بالبلد لاستكمال القيم الافتراضية مثل عوامل التغير الخاصة بالبلد ومخزونات SOC المرجعية وأنواع التربة و أو أنظمة تصنيف إدارة الأراضي يمكن اشتقاق القيم الخاصة بالبلد لجميع هذه المكونات أو أي مجموعة فرعية ثم يتم دمجها بعد ذلك مع القيم الافتراضية تعتبر طريقة المستوى ثلاثة هي الأكثر تعقيدا وتتضمن القياسات الأرضية والنموذجية يوصى بها فقط للبلدان ذات القدرات التقنية والبيانات الكافية الخطوة الثانية في عملية إعداد التقرير عن الاتجاهات في مخزون الكربون فوق وتحت الأرض SO13 هي تقييم البيانات المتاحة توفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر البيانات المعبئة مسبقا على منصات بريس فور المستمدة من مجموعة بيانات ISRIC solid grade 250 meters بدقة مكانية تبلغ 250 مترا وتستند إلى طريقة المستوى واحد المعدلة التي تستخدم التغييرات في الغطاء الأرضي كمكون ديناميكي يشير إلى التغيرات في مخزون SOC يمكن للأطراف المعنية استبدال التقديرات الافتراضية باستخدام البيانات الوطنية لمخزون الكربون العضوي في التربة SOC وبالتالي اعتماد نهج المستوى 2 أو المستوى 3 تتمثل الخطوة الثالثة في عملية الإبلاغ عن الاتجاهات في مخزونات الكربون فوق وتحت الأرض SO13 في تحديد خط الأساس لمخزون الكربون وحالة التدهور يمكن حساب مدى تدهور مخزون الكربون في التربة SOC في فترة خط الأساس بطريقتين الأول هو النهج المعياري حيث تحتاج إلى تقييم ما إذا كان متوسط مخزون الكربون SOC في فترة الأساس منخفضاً أو مرتفعاً أو متوسطاً بالنسبة لبعض القيم المحتملة للمناخ أو نوع تربة معين أي تحديد قيمة مرجعية وتحديد حالة التدهور متدهورة أو غير متدهورة يتم توفير القيم المعيارية لمخزون SOC في ظل الغطاء النباتي المحلي لأنواع المناخ والتربة المحددة في أحدث المبادئ التوجهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخ IPCC ولكن يفضل المعايير الوطنية إذا كانت متوفرة يعتبر مخزون الكربون العضوي في التربة SOC في عام 2015 هو الحد الأدنى للمعيار القياسي لاعتبارها أراضاً متدهورة النهج الثاني هو تقيم التغيير الفعلي في فترة الأساس يمكن القيام بذلك عن طريق مقارنة فترتين على سبيل المثال مخزون SOC في الفترة 2013-2015 مع مخزون SOC في الفترة 2000-2002 لتحديد التغيير النسبي يتم تحديد تدهور SOC عند وجود تغيير سلبي أكبر من 10% في المستويات الأعلى قد يعتمد تقييم تغيير مخزون SOC لفترة خط الأساس على تكامل البيانات الجغرافية المكانية مع مصادر متنوعة مثل التجارب الميدانية، المواقع المزدوجة، مواقع المراقبة، الدراسات العلمية، ومسوحة إدارة الأراضي تتمثل الخطوة الرابعة في عملية الإبلاغ عن الاتجاهات في مخزونات الكربون فوق وتحت الأرض SO13 في تقدير التغيرات في مخزون SOC يتم تقيم التغييرات في مخزون الكربون في التربة من خلال تحليل الاتجاه أو اتجاه التغيير في مخزون الكربون في التربة SOC في الفترة المشمولة بالتقرير والمقارنة بين حجم التغيير في مخزون الكربون في التربة SOC في فترة الأساس وفترة التقرير عن طريق حساب النسبة المئوية للتغيير في مخزون SOC يتم تقيم التغييرات في مخزون SOC باستخدام إحدى الطريقتين المحتملتين وهما فاصل الثقة وقيمة الحد تقارن طريقة فاصل الثقة متوسط مخزون SOC المرصود في الفترة المشمولة بالتقرير مع الحدود العليا والسفلة لمتوسط خط الأساس لمخزون الكربون في التربة SOC باستخدام فاصل ثقة 95% خارج الحدود الدنيا لفاصل الثقة 95% تعتبر الأراضي متدهورة مما يعني انخفاضا كبيرا في قيمة مخزون الكربون SOC تعتبر القيم أعلى من الحدود العليا لفاصل الثقة 95% أنه قد تحسن مما يعني زيادة كبيرة في مخزون الكربون SOC في حدود 95% من الحدود العليا والسفلة تعتبر مستقرة مما يعني عدم وجود تغير يقيم هذا النهج فقط ما إذا كان هناك تغيير مهم سلبي أو إيجابي بين فترة الأساس وفترة التقرير ولا يضع أي افتراضات حول الوضع الأولي لمخزون الكربون العضوي في التربة SOC هذا مهم لأن خط الأساس لمخزون الكربون العضوي في التربة SOC قد يكون منخفضا جدا وسيبدو كما لو كان قد تحسن إذا كانت هناك زيادة كبيرة تستخدم طريقة قيمة الحد لتقييم كل من الاتجاه والنسبة المئوية للتغيير في مخزون الكربون العضوي في التربة SOC بين خط الأساس وفترة إعداد التقارير بالنسبة إلى عطبة محددة على النحو التالي أكثر من 10% من متوسط صاف الانخفاض في مخزون الكربون العضوي في التربة SOC تعتبر أراضا متدهورة أقل من 10% من متوسط صاف الانخفاض في مخزون الكربون العضوي في التربة SOC لا تعتبر أراضا متدهورة وستكون هناك حاجة إلى تحسينا وتبرير لاحق لهذه القيمة الحدية في المستويين 2 و3 من المحتمل أن يكون هذا التنقيح قرارا قطريا استنادا إلى المعلومات المتاحة والتطبيقات العملية ورأي الخبراء وتقييم مخاطر العوامل الأخرى وسوف يعتمد على الطريقة المستخدمة الخطوة الخامسة في عملية إعداد التقرير عن الاتجاهات في مخزونات الكربون فوق وتحت الأرض SO13 هي الإبلاغ عن تقديرات مخزون SOC في بريس 4 يجب الإبلاغ عن تقديرات مخزون الكربون العضوي في التربة SOC على أساس سنوي حسب فئة الغطاء الأرضي في الجدول SO13-T1 على منصة بريس 4 يجب استخدام وسيلة إضاحة الغطاء الأرضي الافتراضية وفق الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD لتصنيف نتائج التقارير حتى إذا استخدمت الدولة في تقريرها وسيلة إضاحة وطنية مخصصة للغطاء الأرضي في الهدف الاستراتيجي SO11 يجب الإبلاغ عن التغييرات في مخزون SOC للتحولات الرئيسية للغطاء الأرضي من حيث صافي تغيير المساحة في الجدول SO13-T2 افتراضياً تم حساب التغيير الصافي في المساحة بطريقة صريحة مكانياً في برنامج trends.earth باستخدام مجموعات بيانات الغطاء الأرضي للسنوات الأولى والأخيرة في الفترة المعنية تم ملء قيم التغييرات الأربعة الأولى في الغطاء الأرضي حسب المنطقة بشكل افتراضي يمكن الإبلاغ عن التحولات الحرجة الأخرى للغطاء الأرضي لمخزون SOC بدلاً من أو بالإضافة إلى تلك البيانات المعبئة مسبقاً يمكن حساب كثافة الكربون وهو ما يمثل مخزون SOC لكل وحدة مساحة في المنطقة التي تغير الغطاء الأرضي فيها للسنة الأولى والأخيرة لا يمكن للمستخدمين تحرير هذه الحقول نظراً لأنها محسوبة مسبقاً بناءً على البيانات الافتراضية يتم تحويل هذه القيم الأولية والنهائية بسهولة إلى القيمة المطلقة لمخزون الكربون بالطن حيث أن صاف المساحة المتغيرة معروفة يمكن بعد ذلك اشتقاق مقدار التغير في القيمة المطلقة لمخزون SOC بالطن لكل تحويل عن طريق الطرح يجب الإبلاغ عن تدهور مخزون SOC في خط الأساس وفترة التقرير في الجداول SO13-T4 وSO13-T5 على الترتيب يتم الإبلاغ عن تدهور مخزون SOC في فترة خط الأساس على أنه مدى تدهور الأراضي وعدم تدهورها من حيث المساحة أي بوحدات الكيلومتر المربع والنسبة المئوية بينما يتم الإبلاغ عن الفترة المشمولة بالتقرير على أنها مدى تدهور الأراضي أو تحسينها أو استقرارها لكل من خط الأساس وفترة إعداد التقرير يتم حساب النسبة المئوية لإجمالي مساحة الأرض المدرجة في التقرير في SO1-T1 الخطوة السادسة في عملية إعداد التقرير عن تغيير SOC-SO13 هي التحقق من النتائج تقارن طريقة فاصل الثقة متوسط مخزون SOC المرصود في الفترة المشمولة بالتقرير مع الحدود العليا والسفلة لمتوسط خط الأساس لمخزون الكربون في التربة SOC باستخدام فاصل ثقة 95% خارج الحدود الدنيا لفاصل الثقة 95% تعتبر الأراضي متدهورة مما يعني انخفاضا كبيرا في قيمة مخزون الكربون SOC الخطوة السابعة في عملية إعداد التقرير عن التغيير SOC-SO13 هي إصدار التقرير يجب على الأطراف حفظ النموذج وبمجرد التحقق من البيانات الافتراضية أو الوطنية والموافقة عليها من قبل الخبراء يجوز للأطراف تقديم التقديرات كمراجعة ينصح بتقديم مراجعة عندما يتم الإبلاغ عن المؤشرات الأخرى في إطار SO1 والموافقة عليها بشكل كامل يجب على الأطراف حفظ النموذج وبمجرد التحقق من البيانات الافتراضية أو الوطنية والموافقة عليها من قبل الخبراء يجوز للأطراف تقديم التقديرات كمراجعة ينصح بتقديم مراجعة عندما يتم الإبلاغ عن المؤشرات الأخرى في إطار SO1 والموافقة عليها بشكل كامل بالنسبة للتقديرات الناتجة باستخدام البيانات الوطنية يجب على الأطراف تقديم سرد عن المنهجية ومصادر البيانات ودقة البيانات إلى جانب مجموعات البيانات الجغرافية المكانية لمخزون الكربون العضوي في التربة SOC بالإضافة إلى مجموعات بيانات تدهور مخزون SOC وفقاً لخط الأساس وفترات إعداد التقارير لقد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الخاص بالهدف الاستراتيجي SO13 الاتجاهات في مخزون الكربون فوق وتحت الأرض في هذا الفيديو تعرفت على مخزون الكربون العضوي في التربة أو SOC وأهميته في حساب مؤشر التنمية المستدامة SDG 15.3.1 وهو النهج المتدرج لتقدير تغيرات مخزون SOC وكيفية تحديد خط الأساس لمخزون SOC وكيفية تقديره التغيرات في مخزون SOC للفترة المشمولة بالتقرير وخطوات عملية إعداد التقارير الخاصة بالمؤشر SO13 شكرا على وقتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة